السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعض الناس همهم الاكبر هو واحد دعوة للخير لان الدعاء رهمخ العبادة ولو ان بعض الناس ربما يصيبهم قلق يقولوا لي بعد مرات لماذا في البرنامج نريد ان نطرح قضايا فقهية قضايا اجتماعية قضايا علمية قضايا تشديد المعلومات اضف الى معلوماتك لماذا يكون الناس يقول لك الدعاء دائما نقول لهم راه هذا الدعاء في حد ذاته راه مخ العبادة العبادة اللي كان فيها الصلاة والصيام والحج والعمرة وتلاوة القرآن راه اعظمها هو الدعاء مخ العبادة لانه اللي يبن فيه صدق المؤمن ويقينه ويكفي ان لما يكون الدعاء كتكل احتفاء في السماء السماء فوقها احتفاء الله تعالى لما يرى المصلين ينظر اليهم ولما يرى الصائمين ينظر اليهم ولما يرى المزكين ينظر اليهم ولما يرى الحجاج والمعتمرين ينظر اليهم ولكن لما يرى الداعين الله تعالى يقول يا ملائكة انظروا الى عبادي إنهم يدعونني ولم يروني فكيف إذا رأوني فيقول لكان لك أشد ذكرى فيقول ربنا عز وجل اشهدوا أني قد غفرت لهم اشهدوا أني قد غفرت لهم يعني كل حاضر في الدعاء من قريب أو بعيد كلهم يقول لهم الله تعالى يقول للملائكة في السماء اشهدوا أني قد غفرت لهم تصور وانت دير دنوب ودير خطايا وقال لك الغفلة لم تستغفر ولكن شاركت معنا في الدعاء غفر الله لك حتى إن الملائك يقول يا رب هناك فلان أو فلانة هذو ليسوا معه هذو غير جوا في الخط ها جوا في الخط دازو يقول أولئك الجلساء لا يشقى بهم معهم جليسهم حتى هما مغفورا لهم فنعمة الدعاء نعمة عظيمة وجليلة يكفي أننا لما نقولها عندنا وحد الحاجة يقينية هي المغفرة أن الله يغفر لنا ولكم إن شاء الله والأمر الثاني هو أن الله يباهي بنا وبكم الملائكة في السماء والأمر الثالث هو أن الله تعالى يعطيك ما ترغب فيه بأقل تكلفة ذلك الغرض اللي بتصليه ربما خسك تخطيط وخسك تفكير وخسك وحد مراحل متطورة وخسك وحد الوسائل وخسك وحد الميزانية وخسك وحد الأشياء هي غير متوفرة لديك لكن بالدعاء ربنا يعطيك مباشرة لأن الله تعالى العطاء دياله على نوعين في الرزق مثلا رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك الرزق الذي تأتي إليه أنت خسك تنوض وتغفض على الدرع ديالك وتقلب وتعرق وتنشف ودير الوسائل الممكنة وغير الممكنة حتى تنال هذا الرزق هذا الرزق تأتي إليه وهناك رزق يأتي إليك أنت قالت ما عليك ما بيك احتكي دق الباب وكيدخل عليك وحد الرزق هذا ببركة الدعاء وهكذا قس على الرزق والصحة والبركة للأولاد والنجاح والفلاح والحضوة بين الخلق وجمع الشمل للعائلة وذهاب الأمراض والأسقام كل هذا ببركة الدعاء لأن فاطمة أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك أسأل الله تعالى أن يقر عينك بابنتك للخولة أسأل الله أن ينبتها نابة حسنة ويجعل فيها البركة والنجاح والفلاح ويعطيها قوة الداكرة وحسن الحافظة وتكون شاء الله مفخرة بين أقرانها الله يقرر بها العيون وجميع اللي يسمعوا فينا الآن اللي عند مولدة البنيات نسأل الله تعالى أن يحفظ الأولاد ويحفظ البنات ويبارك في كل أفراد الأسرة وأن يؤلف بين القلوب وأن يهدئ الروع نسأل الله تعالى أن يهدئ الروع نسأل الله تعالى أن يذهب عنا وعنكم القلق والهم نسأل الله تعالى أن يطاهر قلوبنا من الكراهية والبغضاء والرغبة في الانتقام والرغبة في التأر نسأل الله تعالى أن يمسح ذلك من قلوبنا وأن يجعل أيادينا البيضاء ممتدة للجميع وأسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا تطفح بالسعادة والبهجة بلا دواء ولا علاج ولا رقية ولا أي شيء فقط ببركة الله وجلال الله وعظمة الله إن الله تعالى سميع قريب مجيب إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا فوحدوا الله وهللوا وسبحوا وكبروا ترون عجبا تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله